قبل الماتش فيما برشا كلام تقال على مام استدعاء دي جوور لكن بعد في وسط تيران وراوا اللي يكونوا شنو المعدن متاحهم وراوا هما اللي يدافع على تونس ومأمنين بالوبجيكتيف متاحهم عكس برشا ناس اللي حبوا يدخلوا برشا شك حبوا يدخلوا برشا فتنة حبوا يدخلوا برشا سموم في المجموعة هذه لكن المجموعة هي كانت صامدة وكانت سوليدار وكانوا تريزوني بشوريوا البرستاسيون طليق بالدرب وطريق بالمهمة متاحهم وفهم برشا ناس تفكر اللي كونوا قاعدين يعاونوا ولا يعملوا في نقد ليه هما مش قاعدين الوبجيكتيف متاحهم بشين قدوا بشعطيوا ام بلوس للمنتخب شكونا؟ طيو نحكيوا عليهم بطرف بطرف الناس هذوما كان فما حاجة اللي متشرفش هما اللي مشارفوش البلاد متاح قاد ثلقته في مهمة هذه هي مهمة وطنية كل واحد عنده دور دور ينجم يكون مباشر ولا غير مباشر فهمة ناس اللي هدفهم تاحها بش تساند وشوف ناهم ويقول لك الفكرة ويخليك تخمم وكل شي ظاهر اللي كونوا النقد متاعه اسبريبش عاون وفهمة ناس داخلت في المشهد المشهد اللي تعرفوه مشهد الصعيب مشهد اللي فهمة برشا تتكلم على مصلحة مش منبثقة على حاجة اوبجيكتيف ولا حاجة اللي بيش ترجع في المصلحة وهذا ما كله ظاهرين مشهد لكله نعرفوه ووقتها تجيل الصعوبة تذيكها يظهر بفهمة بعدا في الميهن الكلة حاطر اليوم مونتخب إذا بش ينجحها سي بلاد كاملة بش تسان فيها ذاك لعبنا المونتخب الوحيد في التصفية تذيما لعب بالجمهور المونتخب الوحيد اللي لعب ما فهمة حتى تخطيها متاع التالي بزا تعديلي كل ما تشمتاعك وتقف وتحط تنفالور لجوار ما كانت فهمة حتى تشجيع لا داخل الميدان لا خارج الميدان ولا كانت فهمة موساندة على المستكل إلا البعث فهمة ناس اللي كانت عندهم المصدقية وعندهم برشة روح وكي يغزر ميغزرش للألوان سواء إكس شدد المدرب ولا مدرب منتخب شكونه ولا شكون يلعب يغزر للدربو يغزر لخطي أخو المسئولية حبك يعاون يحب يعاون بش يحطي إضافة للمنتخب والإطار فني خطرنا بعد بش ترجع كل مصحة لتونس بيه في مونز راحنا كنا بش نكمل ونحكيه شوية على المرتكتيكية وكلش نرجو لكن تلزن أن نحكيه على الموضوع هذي بتاع النقد والانتقاد والماصلحة ونحب ونفهمه من عندك بصراحة نمشي وديركتمو بالموقت بالطرف بالطرف لمحت نوعا ما على مستوى العلاقة بالوزارة والجامعة ولمشاكل الأخيرة وكانوا قلق كل شيء هذي نعكس شوية على الجو في الداخل المجموعة ونتي قلتج المجموعة دية ما تأثرتش على قلب الأجوية اللي كانت حبت والسموم قلت الكلمة كما هي لما أحذري للموضوع دية موضوع على الجامعة ولا للوزارة الموضوع دي أنا بنسبة لأي أنا ما خممش فيه موضوع بعيد كل البعد على الجوانب الفنية أنا نتكلم على عامين ونصف عايشهم في المنتخب نتكلم على بعض مقابلة تنزانيا نتكلم على بعض مقابلة اللي احنا منجحناش فيهم على مستوى النتيج شنو 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 يصير يصير اللي كانوا فما ناس تخرج تتحرك ومايش حركة بريئة ونعرف وده كويس جي وشنو كل واحد شنو الوبجيكتيف متاعه وكل واحد شنو حب يوصله الهدف متاعهم هو زعزعت المنتخب بالأركان متاعه الكل اللي مصلحة شبون كل واحد شنو المصلحة متاعه كل واحد شنو مصلحته لكن الحاجات كل واضحة ولات كل شي معروف كالناس شنو تتكلم والناس يقول هجا أنقض والنقض البناء نسمعوه ويعطي الإضافة وأبرتو وانتم مش بتشوف كل شي لكن فما ناس سخطة جي تخرج تخرج بشي بش تسكي ونيتي في القروب يحبوا يمسوها يعطيوا صورة اللي كونو كوم سي فما ينو غايبة فما برشة مشاكل فما برشة فوضى فما برشة وديسبلين وذي موش صحيح وقت ينت يجي تتكلم تتكلم على شخص تشوف البهي اللي عمله وتنقط لحاجات الخائبة اللي صارت نونك الكون والمشهد الكلو مشهد اللي في الأخر أنا نعرف أنا ديما نتكلم أنا وعاد الجلال سكو احنا في الأخر يزمنا كإطار فني اللي دور واحنا اللي قاعد نقوده في سفينة احنا نعطيه ونيماج متاع برشة سينة اللي انتي برشة كلم مامامنين برشة بالجروب منتاعنا مامامنين اللي كونوا احنا في الطريق الصحيح والحمد لله ونقول الحمد لله لسورة طول برشة ناس سيكيولو جروب قاعد يسمع في الكلام وقاعد يجيوب بفوق الميدان في اللي مومان اللي كل ما طلبنا منهم حاجة الحمد لله رجع على الجوارات خاطر وقتا نرجع وقتا تعطط كونفوكاسيون وشتنوا الكلام بتقال في فريق بالمصفى في سيفيدين الخاوي في دراجر ومام حتى أنا جاي سيمونة خانا تفعل معك أولا حسيتك ممسوس برشة من الكلمات هذه وهل عندك اعتراض على النقد لأنه هذه مش خاصية تونسية في كل منتخبات العالم في إتاليا كانت شوف ديشان شنو عملوا فيه في فرنسا في إنجريتيرا في ألمانيا في إسبانيا النقد موجود ولكن هل التعاطي مع النقد هذية يخليك تكون بدرجة من الحساسية اللي ولد ظاهرة سيموندر للأسف نقول لك نحسك متقلق حاسس منهم برشة هذو ما أنا منش متقلق و جسوي دون لامتريس وفهم ما نشني طبيعة المهمة متاعي ونقاتل للأخر وبرشة ثقة وبرشة مصدقية اللي نأمنوا لكونا بش ننجح تحب لي منخرج نضاف على على جوارتي على المجموعة متاعي وقت هما يحطوهم مش يتمسوا أنا شنو الدور اللي يدور وقت أبوهم طالع عائلة أولاده يتمسوا شي عمل يخرج يسكت النقد اللي بالنسبة لأينا على الرأس والعين ونسمع ونعرش ونسمع ونختار ونسمع فما إضافات خطر في المشهد مش في مكان اللي قلت فطر في المشهد فما نسكت تسمحهم الاحترام يفرضوه يعطيك أنقل بش خمام فيه متاع رفلكسيون وهذا موجود في المشهد مش كان البي مش كان الخايب هذا موجود